الستات اجتمعوا واتحدوا ان هما يعملوا الحركة دي علشان يطالبوا بحقهم بس بعد ما اتطورت بعد كنين كتير جدا بعد ما اتطورت بقت بالطالب بالحقوق بتاع الدجالة برضو في المجتمع والمساوية عمتا انا عن نفسني مش مجتنعة خالص من حركة النسوية لتتفق اليومين دول عشو سرح انت مش مجتنعين ليه مع ان هي بتطالب بحقكو يعني الحقوقنا ليه بقى حقوقنا ليه المساوية ما بين الراجل والست لو مساوية ليه اسمها النسوية المساوية علشان هي استات هما اللي بدؤوا الحركة لانه زمان اكتر من دلوقتي بكتير كانت استات متاهدة وكانوا استات دورها بس في البيت ما كانش لها اي دور في المجتمع او في اي حاجة ولا بتتعلم ولا بتشتغل فالستات اجتمعوا واتحدوا ان هما يعملوا الحركة دي علشان يطالبوا بحقهم بس بعد ما اتطورت بعد كنين كتير جدا بعد ما اتطورت بقت بالطالب بالحقوق بتاع الدجال برضو في المجتمع والمساوية عمتا فعلشان كده هي يسمحها نسوية لأن الستات هم اللي بدقوها أنا فهمها قصدك بس أنا قصد مش مقتنع بيها يعني هنا طول عمرنا عارفين إن الست بتعمل حاجات وراجل بيعمل حاجات ده طول عمرنا فجأة بقى فتحنا الفيسبوك ترند فمن الزمويل اللي نبقى زيبقعد إيه لصلى على الموضوع عفل ماخر لا لا ما ظهرتش فجأة زي موجودا فقى من قرن 19 يعني هو أصلا لأربع موجات اللي هي الفمينزم الزيق أو النسوية يعني أول موجات ذي كانت بدأ إنه بيطالبوا بقى بحقوقهم بيطالبوا بأنهم عايزين يصوطوا يبقى عندهم حقوق سياسية زينا زي الراجل لأن الراجل كان زمان بيبقى ليه حق التصويت إنه ما الست ما كانش ليا فابتدوا يعملوا الحركة زي واتحدوا مع بعض عشان يطلبوا يعني بحق التصويت وإنهم يبقى عندهم ملكية زينا زي الراجل وعليكيه موضوع تطور بقى وعملوا الموجات الثانية الموجات الثانية كانت بقى ليها توسع أكتر أو انتشار أكتر إنها خلاص بقى كتب تطلب يعني صراحة كده إن إحنا نمنع التمييز ما بين الراجل ما بين الست وإن إحنا يبقى عندنا مساوية يبقى زي زيه بس طبعا عشان إحنا في ثقافة ذكورية اللي عندنا زي ما أماناش أي حاجة يعني وعليكيه موضوع تطور أكتر وبقى فيه الموجات الثالثة الموجات الثالثة زي بقى ما كانتش بس بس على الست زي مثلا أصحاب البشر الداكنة المثاليين المختربات الحاجات زي كده وبعد كده بقى آخر واحدة دي خالص دي كده تبدأ في ألفنات اللي هي الجديدة دي اللي ميتو ميتو بقى العيزانة نطلع على الفيز بقى نكتب وأنا تحطي التحرش حسويك يمبالي حصلي كذا وكذا من غير متكسف كده وعيدي أفضح نفسي هو أصلا التحرش دي مش حقيني لما بتحصلك هو النظام الزكوري أو المجتمع الزكوري بيحسسك أن أنت مش المفروض أن أنت تطلبي بحقوقك لكن أنت لما تقولي أن أنا حصلي كذا حصلي تحرش حصلي بأي نوع من الأنوان حيوح لأي حصلت على توعية هتوعي الناس أن ده بيعامل مشاكل لستاتك نفسيا وجسدي هي حركة ميتو هي بدأت في ألفنا وستة الحركة دي بس عايزة استاتك أن هما يقفوا في ظهر بعض وبنقول إن إحنا مش أنت بس لوحدك أنا كمان بيحصلي كده يعني هي اسمها ميتو هكاتف كده يبقى فيه زي أنواع النوع إتحاد كده ضد رجالة لا مش ضد رجالة ضد أفعال اللي بيقولك إن هي بالدقيقة جسديا ونفسيا الموضوع مؤثر جدا لتبتعبش تعامل حياتها وقديني أم وليها شغلة تاني فلازم تبقى عندها هي النسوية مش بتكرح الرجالة مش ضد الراجل هي ضد النظام الزكوري أو النظام الأبوي ما هي ضد النظام الزكوري نحن مش مقتمع الزكوري إندي مقتنين نحن مقتمع الزكوري نحن عم باتن في مقتمع نسبة الزكتات هي أقوى من نسبة الرجالة كيف مقتمع الزكوري؟ لا، دم عايز معناه مش معناه خالص إننا مش مقتمع الزكوري مقتمع الزكوري برضو باختصار شديد جداً مقتمع الزكوري اللي هو بيبقى بيفضل الراجل عن الست السلطة كلها في إيد الراجل والست بيستعبدوها أو بيشوفوا إن أنت دورك إن أنت بتخدمي أنت حاجة زيادة أنت مش حاجة استعباد إحنا تخلقنا كده ولربنا عايزنا كلنا ستات ولا كلنا رجلة ما كنا عمل كده هو خلقنا اتنين عشان كل واحد فينا ليه دور ده اختلاف بيولوجي طبعاً إحنا كلنا عندنا اختلفات بيولوجية في الكروموزون وفي الهرمونز وفي أصل تكوين الدماغ كي كي ربنا مختلفين يعني عملنا مختلفين مثل اللي انت بتقوليه ده إن إحنا بنطلب المساواة مساواة في إن أنا يبقى عندي حق التصويت يبقى عندي ملكية معينة مابقاش محطوطة في إطار إن أنا أم أو إن أنا محطوطة في إن أنا بقى عمل بس حاجات في المطبخ ده شغلك يعني هو شغله برا أنت قاعدة جوه مش فيش حاجة اسمها برا وجوه أو في حاجة اسمها إنه في مساواة أنا بني قدمى وهو بني قدمى يبقى عندنا حقوق منتكاملة عادي إن أنا هو يبقى زي الراجل زي أستتة عمنا في دول كثيرة عاملة دلوقات المساواة زي دولة الدنمارك عاملة مدنية باترنال ليفل هي إجازة موضوعية الراجل والستة ممكن يقعد شوية مع ولاده هو كمان تقعد مع شوية وهو الراجل بقى هيوفى عن مهزلة دي يبقى العادي إن الستة تنزل تخرق المهزلة اللي ما بقاش فيه أصلا مستوى ما بين الراجل والستة بالضبط هي البلاد دي زي مثلا دنمارك زي ما صاركت بتقول أشافت إنه آه هو في يعني إن الراجل اللي مفروض إن هو بقى ليه دور في حياة عياله زي ما الستة يبقى مفروض ليها دور في المجتمع دور إنه بيصرف عليه؟ ده إيه ده؟ يعني هو لما يقعد في البيت بقى إنه هيعمل إيه؟ يبدل قاعد كده؟ لا هيربيهم ما هي تعمل إيه؟ وهتربيهم برضو يبقى فيه تكافؤ يبقى فيه كل حاجة هو الراجل هيحمل هو يعني هو اللي هيحمل يعني أنت هتحملي ونت هتربي الولاد وكمان عايزة ان أنت الزائد على ده كل حملة زياد عليه كنت تزالي تتجري وعلي الفلوس ده مش مسوية لأ هو الفرق البيولوجي مش مفروض إنه يوغفك من أنت تتواري من نفسك أو أن انت تدي المجتمع تاني هو أنت مفروض أنت بالتواري من نفسك بأن تعملي وأن تتعلمي من غير نسوية أنا كده مش بجبلها حالة هو حالة حالة كده يعني أنت تعرف تعملي أكثر من حاجة في نفس الوقت يتكوين جسمك نفسها أنت تستطيع تعملي حاجة أكثر منها أنا شايفة أنتو بتحاولوا تغيروا يعني الموازين والأنتو تخلو الستات زي بوشابه الرجالة وأنهم زي تحتق شعرها وأنها زي تقومي نفسها وأنها تغير نفسها النسوية فكرة هي مش أن أنا أبقى أنا هحلق شعري عشان أبقى زي رجالة زي ما المجتمع بيحط إطار للستات مفروض تبقى عاملة كده والرجالة مفروض تبقى عاملة كده لا هو النسوية فكرة فكرة أن أنا مسؤولة عن نفسي فكرة أن مش مفروض أن أبقى مستنية حد يجي يعملي حاجة أنا لاي الحق أتعلم لاي الحق أشتغل وفي نفس الوقت لاي الإختيار أنا عايزة أعمل إيه عايزة أخلف عايزة أتجوز عايزة معاملش كل ده عايزة أبقى يعني معتمدة على نفسي هي دي فكرة النسوية هي عايزة الفكرة عايزة يعني تغير اللي هو أن الست مفروض تبقى ده دورها بس إن هي في البيت إن هي بتخدم إن هي حاجة زيادة لو أنت بتقول إن هي ليها الإختيار إنها تقعد في البيت وكده أمال إنتو لي بكرهم بتقول إنهم يسيبوا بيوتهم يسيبوا أجوازات هي أصلاً الأساسة الحركة اللي هي ميته اللي هي ناس بتعتبرها المجربة على النسوية أصلاً متجوزة هي ملحاش عليها كخالص هو الناس فاكرين إن النسوية بنقله رجالة بس لا هي ضد نظام الأبوي اللي هو أصلاً بيتطحت برضو الرجال عشان كده هتلاقي فيه ناس كتير مش بسة ستات بيشجعوا النسوية خلص يصورهم ونكاكا مشاكتانة ونكاكتانة خلوط 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 الناس تقول لنا مين فين الله صحيح